موسيقى زي ما شفنا كده في التقرير النهاردة احنا بنعتبره ضربة البداية لمنتخب مصر في أمم إفريقيا خلاص عدينا الماتش ده أمام قد فارحي بقى يعني عندنا دفع ان شاء الله معنوية عالية جدا لاستكمال البطولة والوصول كمان لنصف النهائي والنهائي كمان بس طبعا لازم تكون عندنا يعني إرادة وإدارة جيدة جدا للمبارا وكمان للفترة اللي جاية خلينا نتكلم في كل ده أكيد بشكل أكثر تفصيلا بس نرحب بيعني الضيف العزيز جدا الكابتن محمد حشيش نجمى الأهليا السابق بونجور جدا إننا مساودينها ليه كده؟ الجو عايز يسوي صباح الفل على حضرتك سوعدائك العادة بتنورنا وبتسعدنا بوجودك وطبعا لازم بقى تكون البداية مع لقاء اليوم إن شاء الله وأول أسئلتنا لحضرتك إيه النظام انت شايف إيه؟ والله ربي نسطر على النظام المهاردة ربنا يسطر رب ريوسك احنا كلنا طبعا تفاقل وكلنا دعم طبعا للمنتخب أي حد بيتكلم طبعا في أي وقت خلاص الكلام خلص النهاردة ماتش نوكاوت بنتمنى طبعا التوفيق لمنتخب مصر لعيبة لازم زي ما انت قلت في البداية لازم يكون عندهم إرادة الماتشات دي بقى مش بتاعت يعني آه طبعا تشكيل وإدارة وكل حاجة بس هي بقى رجولة من اللعيبة وحطين اسم مصر قدامهم ويبذلوا كل الجهد وأعتقد ان انبارح وخلال الأسبوع اللي فات شوفنا أو اللي ومين اللي فاتوا شوفنا إرادة من فرق صغيرة قوي قدرت أنها تعمل حاجات كتيرة يعني شوف طبعا جزر الأمر طبعا عملت مباراة ولا أروع في ظل ظروف يعني غير مسبوقة آه مع فرقة تانية سرياليو خالص بالضبط فرق إصابات كورونا كتير ما فيش حارس مرمى بيتطرد منهم وقعا فيش ما فيش أصعب من كده بيلعبوا قدام الفريق المفروض مرشح وصاحب الأرض ومع ذلك بذلوا الجهود على حسب وعلى قد إمكانياتهم لا واللاعب اللي حطت مكان حارس المرمى شوفت الرقم اللي لزوه على التيشيرت حاجات نحن نتكلم في التنظيم الكارثي لأن يعني أسف شيء مؤسف صراحة ما كناش متوقعين وقلنا يمكن البداية وكورونا معطلة إنما ابتدت البداية كانت بكور مهوية خالص وملاعب صعبة وأماكن إقامة صعبة جدا لطرقة لمستويات الفرق اللي جاية واللعيبة كمان اللي بأرقام كبيرة جدا شوفنا طبعا الحادثة المؤسفة اللي بنعز فيها طبعا الناس برضو دي كانت حادثة صعبة عرفت برضو إن موضوع النشر الملابس مش عارف من إيه على فروع الأشجار على فروع الأشجار طب فاضل إيه صحيح فاضل إيه يعني الأوتوبسات اللي مش موجودة فبيأجروا ميكروبسات عشان توصل ومن غير تأمين ومن غير تأمين يعني كل الكلام ده طبعا التحكيم وإن ده بقى يعني بص الحاجات دي كده كلها خارج الملعب إنما الحاجات كمان اللي جاء الملعب العنصر الأساسي في الملعب اللي هو الحكم مش هكين تحكيم برضو التحكيم والأرض مش على المستوى يعني فكل ده احنا بنقوله بس احنا النهاردة همينا الأساسي هو انطقة بمصر طبعا ويعني إزاي كيروش هيبدأ المباراة والتشكيل المفروض الأمثل لأنه هو ما فيش فرصة بعد كده ما زي بقول إنه خلاص النهاردة ماتش خروج المجلوب طبعا فلازم يبقى فيه كل حاجة بدقة لو فيه عناد نشيل العناد شوية بس لغاية ما الدنيا تمشي تشكيل كويس لعيبة تقدر إنها تجابه فرقة زي كود فوار شايفينها على مستوى عالي وفيها لعيبة على مستوى عالي من كل أنحاء العالم بتلعب في أعلى الدوريات فلازم اللعيبة زي بقولك خلاص كيروش بينتهي لغاية بدات السفار انتهي دوره شوية لغاية إنما في الملعب واللعيبة والأداء الرجولي واللعيبة فيها فيه لعيبة عندهم خبرات كبيرة جدا صحيح فالخبرات دي بالمفروض تطلع فيه المواقف النهاردة لو تكلمنا والسؤال الأكيد ما فيش ستوديو تحليل وما سألوش بس احنا محتاجين برضو نعرف وجهة نظر حضرتك في ده لأن اختلفت الأراء يعني تبعت الستوديات التحليلية بعض منها يعني اختلفت الأراء البعض بيقول هو أنا مفروض أبدأ المطش ازاي رأي ميل أو يعني فيه كافة بتكلم الناس منهم بيقولك لا انت لازم تلعب جيم مفتوح وتبتدي ان انت يعني اتهاجم بس الناحية التانية بيتقال لا مطشط المهمة والكبيرة أنا ماينفعش أعمل ده ولازم مع الهجوم يكون فيه دفاع أنا أصح بصي المباراة اللي زي دي مباراة قوية وملعبة كبيرة ومباراة مهمة وحساسة فماينفعش أبدأ كده يعني أفرت سدري وأبدأ من الأول هي المباراة لازم تتأسم يعني تتأسم على شطين المباراة طبعا ده لا يغني عن اننا لازم أدي للمنافس برضو رسائل من أول للمطش اننا نازل أكسب وقوي والتحامات قوية واستحواز الحاجات دي مهمة جدا جدا بس أهم حاجة لازم أنا أعتقد المباراة النهاردة ما نجريش ساحل عاج في الرتم بتاع المباراة السريع لأنهم عندهم سرعات عندهم استحواز في لعبة كرة في ناس عندها خبرات فاحنا لازم يعني ما نجريهمش في موضوع السرعة لو شوفنا ماتش تونس تلع فرقة قوية جدا إنما اتحكمت في رتم المباراة ما جريتش الفرقة التانية في السرعات والقوة بتاعتها بس دا مش خاطر كابتل حاشيش فكرة عدم مجارات المنافس لما يكون بيستغل سرعاته الملحوظة يعني بص هو فيه ما يدرونش أفضلية علينا فيه تفوق في السرعة دايما عند الأفرقة وبالذات الفرقة وقوة تحمل والياقة بدنية وحاجات كتيرة جدا خلي بالك المباراة لها حسابات كتيرة أنت ممكن تدخل في وقت إضافي ممكن توصل لضربات الجزاء فبرضو لازم توزيع الجهد من البداية مقدرش أنا أبدأ المباراة ضغط مثلا من قدام لأن الضغط العالي والضغط اللي قدام استهلج قوة لأن العيبة بتروح تضغط من قدام فعشان ترد محتاجة مجهود جامد فأنا لازم بس أستكشف الأول يعني أستكشف الأول للمباراة زي ما أقولك مع التأمين الدفاعي أهم حاجة لازم الخطوط تبقى رايبة جدا من بعضها ما نشوفش مساحات كبيرة لأن المساحات اللي موجودة مثلا سيء مثلا بين نص الملعب والمدافعين ممكن تستغل استغلال لأن انت كمان بتلعب العيبة أصحاب ليقى بدنية عالية وسرعات ومهارات أساسية يعني بيعملوا الفارع عندهم لعيبة بتقدر ترقص وتروح فلازم يبقى اللعبة قريبة من بعض عشان المساحات ما تبقاش كبيرة وفي نفس الوقت برضو انت لازم من البداية برضو يبقى معاك الاستحواز ودايما أهم حاجة واخد الكرة التانية الكرة التانية دي مهمة جدا إنها بتعمل إحباط دايما للمنافس لما يمسكوا الكرة هو ويجي يلعب مثلا ولا في كرة مشتركة ويلاقي حد من لعيبة مصر ماسك كرة واستحوز تاني بتدي نوع فهاجمة مرتدة يعني بتدي نوع من الأفضلية للفرقة فإن أنا لا أنا راكب المتش من البداية أنا مش حاسب لك فتهبط عزمتهم شوية فتهبط عزمتهم شوية وتقدر من خلال بقى الاستحواز إن انت تقدر واحدة مثلا لصلاح بسهما حاجة برضو إن اختيار اللعيبة النهاردة يكون على طريقة المنافس أو النقاط القوة اللي في المنافس ما تبقاش الحتة الدفاعية في نص الملعب بالتحديد لأن كود فور أهم خط عندهم هو نص الملعب نص الملعب عندهم لعيبة كويسة جدا استحواز قوة بدنية التحامات جمدة فأنت في المقابل إن انت برضو لازم لعيبة نص الملعب اللي عندك مش شرط إن هو يبقى النهارة الدفاعية قوية وبس لأ ده لازم حد برضو يمكن صاحب ملكة إن هو يمسك الكورة وينقل ويستحوز وفي نفس الوقت برضو أنت مش بتلعب هتدفع الفترة كلها بس هو أنت ينفع تقف على كورتك قدام منافس زي كود دفار وارد لو أنا قريب منك كريم في الملعب معنى أننا نقف على كورتك بس تحوز على الكورة ولقى زميل قريب مني أبصها له أبصها له أخرج من حتة واحد على واحد لأن واحد على واحد دي بتبقى صعبة معهم شوية في قوة وفي سرعة والتحامات جامدة فإننا يبقى المنافس بس قريب الزميل يبقى قريب مني عشان أقدر أنقل أظهر للزميل بلغة الكورة لازم الناس كلها تظهر لبعض الناس كلها تظهر لبعض دي هتيجي من إيه من أنا عايز أكسب وحاطة هدف قدامي وعارف أن أنا لازم أتعب نفسي كويس قوي قوي وما ألاقش أن أنا أغلط لأن في لعيبة بتكاف أنها هتأخذ الكورة عشان ما تغلطش يقول لك طول ما الكورة بعيدة عني أنا سليم وفي ناس كده في الملعب يعني اللي هو أجي للكورة وحلعبها لواحد جنب ده لعبة فرزي يتخلص منها أه يتخلص منها ومش عايز يغلط ما أصلا أنت هتغلط إيه لو كورة جات لك ما دي روح مش حلوة أصلا يعني عشان كده أنا بقول الجدعانة والروح وكل واحد يغطي زميله وكل واحد يحاول يطلع زميله بشكل كويس أعتقد أن الإرادة القوية دي هتفرم معنا النهاردة أول بسي في نقطة كده نفتت انتباهي لحيك برضو تقول لنا وجد نظرك فيها يعني اللي احنا نعرفه في عرف يعني كورة القدم لما بيبقى فيه مدرب عايز أنه هو يعني يفرط خطة معينة على اللعيبة بيعمل ده في خلال التدريب مش في خلال مطشاط اللي احنا شفناه مع كيراش أنه هو فرض 4-3-3 على اللعيبة من غير ما يتمكنه منها ومطشاط على طول فيمكن دي النتيجة اللي احنا شفناها والأداء اللي غير مردي لجماهير مصر يعني هو حتى لو عمل كده برضو بقاله كتير بيعمل كده المفروض أنه اللعيب لازم برضو يتأقلم مع الطريقة يعني خلينا نقول بداية ده مش صح طبعا ولكن هلاك شايف أن خلاص لما ده تبق أكتر من مباراة فاللعيبة كان مفروض أن هي خلاص خلاص لأ أن أنا برضو في الآخر زي ما بيقولوا مين اللي سايق هو المدرب هو اللي بحط التشكيل هو اللي بحط العناصر هو اللي بحط التكتيك اللي عايز يلعب به ما تقدرش أنت مثلا تحطي التكتيك اللي هو 4-3-3 مثلا أو 3-4-3 وتلاقي اللعيبة بتلعب بقى مثلا اتنين ديفندرات وقدامهم واحد هو اللي بي يعني هو بيبقى راسم القصة دي طلعا صحنا عرفنا المدرب ده بلعب الطريق دي زي كوبر قبل كده كان الموضوع مختلف وكانت الناس بتنتقد كتير أولا صحيح كتلة دفاعية ولعب لصلاح كتلة دفاعية ولعب لصلاح اللعيبة كانت بتنفذ وممكن يكون فيه لعيبة منهم مش مقتنعة بالموضوع ده بس هو ده اللي يرتزم به لأن في الآخر برضه أنا كالعيب عايز يبقى موجود في الملعب أنا مش هسمع تعليمات المدرب خلاص هطلع برا في المطش طب تعتقد بقى هيكون راسم إيه على حد تعبير حضرتك هيكون هو مش هيغير بدايته تحديدا إزاي مش هيغير خطة ولا مراكز دعيبة ولا لعيبة نفسها يعني مش هيغير الخطة وحتى اللعيبة برضه هو متمسك بحاجة معينة يعني أنا سمعت النهاردة أنه حاطت التشكيل في نص الملعب حاطت النني والسلاية ومعهم أيمن أشب اللي هي جربناها في كاس العرب وما نفعتش مش عشان أيمن وحش أيمن أحسن اللعيبة اللي موجودة وعنده قوة في الأداء وروح بس مش حتيته يعني انت فاهم إزاي وبعدين انت بتحط ثلاثة ديفندرات يعني زي ما بنقول احنا باللغة كرة شبه بعض فيبقى أنت في الحتة الهجومية ما هتعتمد برضه على الطويل الكرة طويلة ما حدش هياخد الكرة اللي هي صلاح برض برضه بس الكرة بتاعت أيام كبر يعني بيلعب بواحد بس اللي هو صلاح قدام وبيزود نص الملعب وبيطلع واحد مع صلاح كده على استحياء إنما دلوقتي انت بتلعب بناحية الشمال فيه مرموش وبتلعب بمصطفى محمد وبتلعب بصلاح فالبرضه واقف معاهم على الأقل أربعة في المساحات قليلة تفاهم ازاي فأنت لازم يعني النهاردة يعني أنا أعتقد أنا أعتقد إن أنا يعني لازم يكون زيزو له دور يعني زيزو لعب أكتر من مرة في الشوط التاني وحسنا أنه هو فرق مع الفرق لأنه عنده حتة بيمسك الكرة برقص واحد على واحد فالمطشاط دي هتلاقي الدنيا زحمة لما واحد على واحد بترقصه بتعدي بتفتح مساحات بتطر المنافس يسيك بالرجل اللي معه فلازم يكون وبعدين زيزو عنده سرعات وزيزو بلعب برضو بناحية المين ورقش برضو ناحية الشمال متحرك في التلت الأخير ممكن بيجيد برضو موضوع الأوفرات اللي احنا ما استفدناش من مصطفى محمد فيها خالص ولا مباراة صحيح يعني مفيش وبعدين أنا أعتقد أنا رأيي النهاردة موضوع برضو الأوفرات والحاجات دي مش هتنفع لأنه فيه ببان وقفة صحيح ناحية تانية يعني آه مصطفى كويس أو بيجيد الحتة دي بس أنت معاك أطوال جامدة فالأجسام الجامدة والأقوية دول عايزين مهارة فردية تعدي لأنه بيبقى عنده عنصر الرشاقة يعني مش قوي كلما الجسم بيبقى قوي وطويل الرشاقة فدي بتاعة محمد صلاح فلازم يبقى طبعا أنا مش عايز أقول أنا كالرأي إيه من لا إحنا عايزين نعرف رأيك إيه بس أنه نسمح لنا بعد ما نرجع بالفاصل فضل فتجعنا لحضراتكم مرة تانية والضفن العزيز اللي منورنا كابتن محمد حشيش نجم النادي الأهلي السابق وكنا وقفنا في كلامنا قبل ما نطلع الفاصل حدد كنت بتقول جملة أنا مش عايز أقول رأي لأ جيه الوقت اللي تقول لنا رأيك يعني طبعا أنا عارف أن الرأي ده مش يستحالة هياخد به هو ولا يقول في دماغه في دماغه بيعمله ومش مشكلة يعمل في دماغه بس إن شاء الله بإذن لأي بقى فيه أداء ونتيجة نحن برضو غلطانين هو قادرة يعني إنما أنا بقول إن المتشاط اللي زي دي مع الأجسام القوية ومع السرعات القوية اللعيبة لأصحاب المهارات بيبقى لهم يعني ميزة كبيرة قوي يعني مثلا واحد زي رمضان صبح مربوش عنده سرعات وممكن يلعب في متشاط تستاهل الحتة دي أو تبقى إجابية الحتة دي إنما المباراة اللي زي دي عايز حد يوقف مربوش عنده يوقف على الكرة في الثمانتاشر يعني يقدر يلم واحد ما لعبش الكرة صريحة بيعمل اللي هو غير غير متوقع ممكن ياخد ضرب الجزاء ممكن يوصل للفرق لعيب مهاري كذلك قبل الفصل برضو قلت لك أنا حتة الكرة العرضية دي أنا مش شايف إنها تدي نتيجة أو نتيجة للأطوال وبيجيديه طبعا الكرة العالية فليه مثلا محمد شريف ما يبقلوش دور في الحتة دي إن هو كمان هيريح صلاح يعني زي ما انت كيروش مثلا في البداية بس حديك بتفترض يعني أنه حيتحبق بيلعب في مركزه عشان يقدي النتيجة ويكون فعال محمد شريف عايز أقول لك هو يجيب فترة من الفترات في أول ماتش خلى محمد صلاح جوه ولعب مصطفى محمد ناحية المين هو إذن عايز يعني يعمل تريك كده أن صلاح يبقى جوه طيب ماشي دي ممكن تتعمل إنما ما يبقاش اللي ناحية المين رأس الحرب الصريح اللي هو لا يجيد حتة الأطراف فلو أنت عايز تعمل كده طب شريف عنده الحتة دي لأن شريف مش رأس حرب صريح فيبقى متلائم مع الحتة اللي أنت عايزها لأن الشريف لما بيطلع على الأطراف بيبقى خطر بيبقى جوه البوكس بيبقى خطر وهداب فممكن الحتة دي تعمل برضو خلخلة في الدفاعات إن ما فيش مراكز محددة بقاش رأس حربة ممسوك من واحد زي ما قلت باب كبير ماسكو مخلص عليه وصلاح طبعا حيبقى معه البك الشمال وفيه واحد طبعا دايما في جميع المبراد دايما صلاح بيبقى ناحيته اتنين عشان موضوع السرعات ما تعمل الكلام ده مع وجود برضو رمضان رمضان برضو من نوع اللي بيخش لجوه وبيتصرف بيعمل مثلا الدبل باس يعني يبقى فيه تحرك ما يبقاش اللعب يعني الفرقة دي مش عازة لعبة صريح صحيح الفرقة بتاعة كود فار مش عازة لعبة الصريح كذلك في نص الملعب زي ما أقولك لما يكون متواجد واحد زي زيزو بيتحرك ناحية المين ممكن يروح ناحية الشمال ممكن يكمل عنده الشوت بشوت التصويبات يعني الحاجات دي بتفرق احنا شوفنا جماعة مبارح اعجاز بتاع أشرف حكيمي في المغرب مش ممكن على زبط رجل وربنا يحميه يعني الكور وبعدين فيها تنويع على القريبة وعلى البعيدة وشوت وكورة متحركة والحاجات السابتة وقبل كده جاي بجون برضو فاول من بره الحاجات دي بتخلص ماتشاط يعني المغرب الشوت الأولاني مبارح مثلا مهاجمة وضغطة وكده بس مفيش توفيف الأهداف الهدف جاي من كورة من كورة سابتة فالحاجات دي ممكن برضو تخلص متشاط زيزو بيجيد الحل برضو الفاولات اللي من بره فانت لازم المباراة دي تفكر انك تستغل كل ميزة عندك وعند العيبتك رب انا ممكن اروح محضرتك كابتن حشيش للسيناريوهات بقى يعني كان شايف السيناريوهات هنفترض حاجات هتحصل يعني او لو حصلت طب احنا لقدر الله خسرنا النهاردة من قدفوار ماذا بعد انا بتكلم كمنتخب وككيروش هقولك هو بالنسبة له اه يزعل شوية وكده انه محطت في دماغه انه هو جايع اللي مهمة محددة اللي هو معتقد انا بقولك اللي هو معتقد قبل ما تقولي اللي هو محط تعيزة اللي هو معتقد ان هي دي الحاجة الاساسية والاهم من كاس الامم ما عرفش ان كاس الامم عندنا احنا كمصريين يفرم معنا لان احنا اكتر بلد حصلة على البطولة دي اللي نبع كبير فيها ما ينفعش منتخب مصري يبقى موجود وما يوصلش للنهائي وما يخدش البطولة زي 6 و 8 و 10 دي نقطة ولكن النقطة الاخرى ان حديتك بتتكلم ان انا لو عندي هدف كبير ومش عارف حق اهداف من وجهة نظر واصغر طب انا حوصل الهدف كبير ازاي ده المفروض اكون بوصل وبقدي احسن شيء علشان الهدف الكبير اعرف ان انا ايه اوصله بسهولة او اعديه بسهولة يعني انا في الصغير مش عارف اعدي ازاي كبير حوصله باللوجيك يعني بالمنطق هو متخيل ان هو جيه في وقت متأخر قبل يعني مخدش فرصيته زي المداربين التانين سنين مع الفرق مثلا عقل سنتين ثلاثة فهو بيقولك انا اول حاجة ابتدى بيها كاس العرب ده بس كده يعني احنا رايحين نبص على الدنيا ايه اقبارها طيب كاس الأمم الافريقية ممكن نبقى يعني مركز مش عارف مش ممكن مش ده اللي هو جيه عشانه قصم البداية مش ممكن ومش ممكن يقبل المنتخب عفوا الجماهير المصرية الكلام ده خالص ده بالنزل نحن وهو المنتالي المنتالي يعني كاس العالم انا بقولك ان هو يعني كلامه واسلوبه كده طيب ايه بقى اللي حيحصل لو احنا بنتكلم مش حيحصل حاجة لو لقدر الله خرجنا الناس هتفضل تقطع شوية وتحفل شوية وبعدين اراءة كتيرة جدا هتطلع ما ينفعش التغيير دلوقتي يا جماعة احنا داخلين على المطين سيناريوات المحفوظة وكذا ما نقدرش هتجيب مين ومش حيبة تفاهم الفرقة وهتجيب محلي بأعرف الفرقة ولا حيبة توليت الراجل أجنبي المغلقة المغلقة واخد بالك ازاي وهو طبعا هو الراجل مش متخيل ان هو مثلا يعني يطلع النهاردة انه مثلا حد يقول له مش هو مش متخيل دي طبعا لانه هو بيقول لك دي محطة من المحطات والله عملنا فيها اقصى حاجة يبقى ماشي ده فكره انما فكرنا احنا لأ احنا عايزين زي النادي الاهلي كتير ولا اعتمادا على شرط الجزائي هيكون واثق انه مش حد هيمشين طبعا لانه كمان خلي بالك كريم بيقول لك ايه انا دي اخر محطة طالية في التدريب فدي برضو طب اختمها بقى بطريقة يعني مش هاعمل حركة مثلا نقص ولا حاجة فيقوم ما يجلوش عقود تانية في حتة والرجل هيكتفي بموضوع يعني المتخب مصر بس زي ما نهاواندي بتقول برضو يعني اختمها بقى بشكل كويس لان دايما النهايات هي اللي دايما الناس بتبقى فكرها صحيح احنا كل ده بنقول يعني لقدر الله لو حصل بس السيناريو برضو يعني خير وفوزنا بتقاء النهاردة هل ده مؤشر ان بالضرورة نوصل للنهائي لا مش بالضرورة لسبب يعني في ناس بيقولك النهاردة لو ربنا سهل وكسبنا خلاص احنا هناخد البطولة لا ما انت هتلعب مين بعد كده يعني هتلعب المغرب المباراة اللي جاية المغرب مباراة قدمت مطش غير عادي يا جماعة كورة كورة جميلة ولعيبة وضغط هجومي وتماسك وترابط بين الخطوط ولعيبة على مستوى على جد يعني يعني وبعدين اكتر من واحد اصحاب مهارة ما تقولش ده ولا ده ولا ده لعب جماعي قريبين من بق يعني بص نموذج مباراة وبعدين انه هو يكون مغلوب واحد بيجون كده من بعيد بالصدفة بس انت مغلوب واحد فماتش نوكاوت بتبقى بتهز اي فرقة لا ده مكمل ومهاجم ومضيع لغاية ما كسب وكسب كويس بأداء كويس يعني ما كسب وأداء فانت رايح لو ربنا سهل النهاردة انت رايح على المغرب مباراة جمدة جدا بس ما هو برضو لقدر الله ما بتخرج من دور بدري غير ما بتأخر احنا اخر بطولة ملعبنا نهائي مع الكاميرون اسمك برضو يعني ما زعلتش الزعل القوي قوي لانك انت وصلت نهائي بتلعب مع فرقة قوية الدنيا تقلبت في 2019 عشان خرجنا من بدري يعني انت فاهم ازاي فبرضو كل حاجة ولها لمت وابعاد احنا مش هنفكر في البعد كده احنا صلعة تتكلم على ماتش السنغال طب احنا فينو السنغال في يا جماعة تشوف الموويل اللي احنا فيها دي الاول وبعدين نبقى نبص على السنغال خلينا نقول ان شاء الله خير ونتمنى يعني تكون معنا المرة اللي جاية ويكون فعلا احنا فوزنا قدرنا كمان نبقى فيه نحط امل كده لي اللي جاية برغم الكلام اللي جاية